تظاهر مئات التونسيين اليوم لتأييد قرارات الرئيس قيس سعيد ودعم خطواته نحو إعادة صياغة الدستور وقال سعيد الذي يشكل حاليا لجنة لصياغة دستور جديد إن تحركاته ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسية وذلك بعدما عرض خارطة الطريق سياسية شملت استشارة وطنية إلكترونية واستفتاء شعبي مقررا في الخامس والعشرين من يوليو المقبل وانتخابات برلمانية نهاية العام الجاري